كرمت وزارة النغل بالعاصمة الموقتة عدن عددا من الموظفات البارزات بالوزارة والمرافق التابعة لها وذلك احتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي يصارف الثامن من مارس من كل عام وفي الحفل الذي يقيمها بالمناسبة بحضور عدد من الوكالة ورؤساء الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة كدى وزير النغل دكتور عبدالسلام حميد أكد حرص الوزارة على تمكين النساء في كافة القطاعات أسوة بأخيها الرجل مشيرا لأن هذا التكريم اليوم هو للاحتفاء بالماراتي والاعترافي بأهمية دورهن النضالي والسياسي والاقتصادي إلى جانب الرجل ومن جانبها لفتت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة دكتورة شفيقة سعيد عبدو إلى الدور الرياضي الذي حاضيت به النساء اليمنيات مؤكدة على ضرورة إشراك النساء في جميع المشاورات الوطنية للمطالبة بالحقوق المشتركة التي لا يمكن لها أن تسترد إلا بمشاركة الجميع